فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية كم قال المؤلف رحمه الله وكان ابن مخزوم من أشرف بطون قريش واشتد عليهم أن تقطع عيد امرأة منهم فبين صلى الله عليه وسلم أن هلاك بني إسرائيل إنما كان في تخصيص رؤساء الناس بالعفو عن العقوبات وأخبر أن فاطمة ابنته التي هي أشرف النساء لو سرقت وقد أعاذها الله من ذلك لقطع عيدها ليبين صلى الله عليه وسلم أن وجوب العدل والتعميم في الحدود لا يستثنى منه بنت الرسول فضلا عن بنت غيره نعم هو صلى الله عليه وسلم ضرب هذا المثل لأمرين أولا ليزول ما في نفوس بني مخزوم في أنهم أشرف وأنهم فإن فاطمة أشرف النساء ومع هذا لو سرقت لقطع يدها صلى الله عليه وسلم أقسم صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدق أنها لو سرقت لقطع يدها وهي أشرف النساء فكيف بامرأة من بني مخزوم ثانيا ليبين صلى الله عليه وسلم أنه لا مراعاة في إقامة الحدود للزوات أو أهل الجاه بل الحدود تقام على الكبير والصغير وعلى الشريف والوضيع لا يراعى فيها أحد وقد جاء في النهي الشديد عن من تساهل في إقامة الحدود بعد بلوغها السلطان حتى إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الشفاعة فيها قال لي أسامة بن زيد أتشفع في حد من حدود الله حتى إنه سامة ندم على ذلك ندما شديدا وتأمننا أن لا يكون فعلى هذه الشفاعة لما رأى من تغيض النبي صلى الله عليه وسلم عليه مع أنه من أحب الناس إليه ولكن أراد صلى الله عليه وسلم أن يمنع من التوسط في إقامة الحدود وبعد ثبوتها ولهذا قال جل وعلا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين